يا رمزي الذي قرأته خطأ من قائليه النار لا تفنى قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون كلما نضج جلدهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيضع بين الجنة والنار وينادى أهل الجنة خلود فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت